النهاردة هنعمل اكلة جمد قوي حلو قوي هتعجبكم. ايه الاكلة النهاردة دي اسمها الشيخ المحاشي. ايه رأيكم? اتفضلوا معي. يلا هنبدأ نشتغل. نسمي الله. هنزل بشوية زيت صغيرين. انا متعود اعمل العصاج من غير زيت ولا حاجة. هتدي له بس نقطة زيت عشان التاصة. معي بصلة مقطعة صغير. دي التشويحة للبصلة. هنزل عليها باللحمة بتاعتي. بسم الله احمد رحيم. كده العصاج بتاعنا بدأت فلفل اهو بقى حلو. يعني استوى. نبدأ نديله معلقة فلفل. حلوة. ملح. نقلبهم. معي اربعة زبادي. بسم الله احمد رحيم. اربع سلاتين زبادي. تلات معالق. نشا. كبايتين حليب. وهقلبهم مع النشا والزبادي. هدوبهم على البارد الاول كويس قوي. وبعد كده عندي شوية شربة. هنزل بقى ازود شربة. بسم الله احمد رحيم. حدي رشة نعناع على اللحمة من فوق العصاج بتاعي. بسم الله احمد رحيم. محططوش على النار ليه النعناع عشان مش عايزه يتلس. عايزي بقى رحته وطعمه موجود. وانا بعمل الحشوة بتاعتي. بصوا الكوسة منطورة حلو ازاي من جوة? متمشطة من بره ازاي? ايه كده? ليه? انا ما خليش لحم كتير فيها من جوة. وفي نفس الوقت ما تتخرمش مني. ابدأ عشية باللحمة بتاعتي كده بسم الله احمد رحيم. واكبس الحشوة كويس بتاعت اللحمة بتاع الكوسة. هقفلها كويس كده. عشان ما توقعش معي. اهي. بصوا حضراتكو كده. كده انا حشية اللحمة وهنزل بيها في الزيت بتاعي كده. عايزة اقول لحضراتكو على حاجة مهمة اوي. ما ينفعش احط الكوسة فاضية في الزيت. واقول احمرها لان اكيد حد يسعني السؤال ده. اه لو انا حمرتها وهي مش محشية. لما اجا طلعهم في طبق وبتاع هتبرد هتضمر معي وتكرمش. ما تبقاش حلو. اجي احشيها ما اعرفش احشيها وهتتقطع منك. فقحشيها الاول وبعد هنا حمرها. بصوا حضراتكو لونها كده حلو ازاي? انا عايزة محمرة كده. من كل الجناب. دي خلاص كده استوت. انا بقلب الزبادي مع النشا مع الحليب مع بعضه افضل اقلب كده لغاية ما تغلي. ما سيبهاش عشان ما تلكعش مني. وبعدين ممكن نستبدل الحليب برايب. لو في رايب طبعا يبقى ايه? لتر رايب ببقى حلو قوي. ممكن نستخدمه بدل الحليب. هنزل بالملح بتاعي كده. على حسب احتياجات. وهديها معلقة فلفل. بقلبهم مع بعض افضل اقلب فيها كده عشان ايه? ما تلكعش معي وتتقل. بصوا القوام حضراتكو جميل ازاي? هو ده القوام اللي انا عايزه. وما اغطيش الحلة وهطول ما هي على النار عشان اللبن بتاعي والزبادة ما يقطعش معي. ما هي عود نعناع اخدر فريش? بقطعه كده. الله على جمال النعناع اللي اخدر طبعا بيديني ريحة تجنن. بصوا حضراتكو شكل الكوسة متحمر حلو ازاي? هبدأ انزل بيها في السوس بتاعي. كده انا نزلت بالكوسة. ما ما قلبش فيها انزل بيها كده. هتاخد غلوة واحدة بس. واقفل عليها. لان الكوسة مستوية معي. بصوا الكوسة انا حمرتها من غير حشو بقى اتعملت ازاي? اه جلدت ما ينفعش عشية مدرك ما هحط الحشو فيها بتطقت تطقتها على طول معي. كده بقللت معي اهي شايفين حضراتكو? هبدأ اغرفها. بسم الله الرحيم. غلوة واحدة بس. عشان ما تتريش معي. الله الله على ريحتها تجنن. شايفين القواب بتاعها حلو ازاي? ما انتقلوش عن كده. شوية زيت صغيرين. مع زبدة. ننزل بالتومة. دي مهمة قوي بقى التالية بتاعتها. عندي شوية نعنع ناشف. اقلبهم. ما خليش التومة تحمر. هننزل بالتقلية بتاعتنا. بكده حضراتكو انا خلصت الوصفة دي. عرفتوا اسمها ايه? انا هسميها شيخ مشايخ المحشي. عشان تعجب حضراتكو جدا. جربوها واكتبولي وقولولي ايه رأيكو? بالفة انا وشفة لحضراتكو مع تحياتي عبدالسعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم.